السلام عليكم ألمانيا يا جماعة قررت أنها تسهل هجل المهاجرين وأنها طلبة عمالة دلوقتي لأن في نقصة حاد في العمالة المهنية بالذات وده يكون من خلال قانون مهم جدا وهو اسمه قانون بطاقة الفرص طيب المقصود بطاقة الفرص بطاقة الفرص دي يا جماعة هو برنامج برنامج للمهاجرين ألمانيا بتطلب المهاجرين من خلاله وبتقدم عليه وبتحصل عليه طبعا بيكون لشروط معينة بس هو بيعتبر من أسهل برامج اللي ألمانيا قررت أنها تعملهم هو بيسمح لكل مهاجرين من برأ ألمانيا أو من برأ الاتحاد الأوروبي أن هم يروحوا ألمانيا ويدوروا على شغل يعني والأول مرة مش لازم أنك تدور على عقد عمل الأول عشان تروح ألمانيا لا القانون ده بيسمح لك أن أنت تروح ألمانيا الأول وتدور على الشغل هناك لكن عشان تروح عن طريق البطاقة دي أو تحصل على بطاقة الفرص لازم يكون متوفر فيك على الأقل ثلاث شروط من أربع أول شرط هو أنك تكون حاصل على شهادة جامعية أو مؤهل مهني تاني شرط أن يكون معاك خبرة مهنية مش أقل من ثلاث سنين تالت شرط أن يكون معاك معرفة باللغة الألمانية أو مقيم في ألمانيا قبل كده ربع شرط أن يكون عمرك 35 سنة أو أهل من 35 سنة طبعا بالإضافة للشروط دي أنك تثبت أنك تقدر تتحمل نفقات معيشتك هناك في الفترة اللي أنت هتدور فيها على شغل يعني بمعنى صح حساب بنكي يكون فيه فلوس عشان تثبت أن أنت فعلا هتقدر تدور على شغل هناك وتقدر تصف على نفسك هناك قبل ما تلاقي الشغل الشروط دي يا جماعة بيقولولك أنها ممكن تكون شرطين بس لو أنت كنت مقيم في ألمانيا قبل كده حوالي 6 شهور على الأقل بطريقة شرعية وبطريقة قانونية يعني ما تكونش مثلا خلفت هناك وزير العمل ألماني قدم مخطط بالموضوع ده وبالمشروع ده وكمان قال في تصريح خاص به أن الموضوع بيتعلق بهجرة العمالة المؤهلة لألمانيا ولا يقدروا يتحصلوا على البطاقة دي اللي هي بطاقة الفرص هيقدروا أن هما يشتغلوا في ألمانيا بصورة طبيعية وبصورة قانونية والقانون ده يا جماعة زي ما قلت لكم أنه جاي بسبب نقص في العمالة الماهرة والطلبات الواردة لألمانيا هما فعلا محتاجين دلوقتي عمالة ماهرة وفي تخصصات كتير عشان كده هما قرروا أن هما يطرحوا البرنامج جديد ده وهي بطاقة الفرص دي كده كل حاجة تقريبا متاحة عن البرنامج ده وكل اللي انت محتاجك تعرفه عنه وإن شاء الله زي ما انتوا عارفين أول ما بتنزل طرق التسجيل فيه إحنا هنقولك عليها إن شاء الله على طول عشان تكون أول واحد بتسجل في البرنامج وإن شاء الله تكون فرصك متاحة فيه بس زي ما قلت لك لازم تكون الشروط اللي ما قلت لك عليها دي تكون متوفرة فيك أو ممكن كمان يقولك على حاجات سهلة بعد كده إن شاء الله دايما لازم تفضل معنا في القناة وتشرفنا طبعا بس طبعا لازم تفعل الجرس عشان توصل لك كل فيديوهات أول ما بنزلها ياريت تدعمنا بلايك عشان بينشر فيديو بساعدنا على الاستمرار وكمان ياريت تشاري فيديو عشان فعلا هينفع ناس كتير سلام عليكم